موسيقى دير السايد القرآن بر الأمان ببان وينادين الغرقان وياخدوا منيه إقراها يا إنسان وفتح لي هالوجدان تلق الرحيم رحمن في وعد ووعيد موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عزاء المشاهدين أهلا بكم في برنامجكم رسائل من القرآن الكريم رسالتنا لهذا اليوم رسالة جميلة جدا تجعل هذا الإنسان إنسانا جميلا رائعا في هذه الدنيا وهي رسالة الزينة ونظافة البدن كيف نتعامل مع أجسادنا كيف نبدو أمام الناس بشكل جميل جدا جاءت امرأة إلى الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه فقالت له يا إمام إن زوجي قال لي إن لم تكون أجمل من القمر فأنت طالق فجاءت هذه المرأة حزينة إلى الإمام مالك فقال لها يعني هذا طلاق معلق على شرط ولا أدري كيف سيكون الأمر لأنه لا يوجد امرأة أجمل من القمر وذهب عقل الإمام مالك رضي الله عنه إلى الشعر العربي وإلى ما صوره العرب عن جمال القمر وغيره وتشبيه النساء الجميلات أو الناس بالقمر قال فخرجت المرأة حزينة فقال لها هذا طلاق معلق على شرط وأنت إن لم تكون أجمل من القمر فقد وقع هذا الطلاق خرجت المرأة ولقيها الإمام الشافعي وكان تلميذ الإمام مالك فقال لها حتى لا تفوته المسألة ماذا سألتي وماذا أجابك الإمام مالك فقالت سألته كذا وكذا قال فأجابني أنه هذا طلاق معلق على شرط فرجع الإمام الشافعي بفطنته إلى الإمام مالك وقال له يا إمام ألم يقل الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال له بلى قال إن كان الإنسان في أحسن تقويم فهو أجمل من القمر وأجمل من كل الكائنات قال فرجعت المرأة إلى الإمام مالك وقال لها لقد أخرجك الإمام الشافعي عليه رحمة الله من هذا المأزق وأنت بكتاب الله عز وجل أجمل من القمر إذا كنا نحن أجمل الكائنات على وجه الأرض والله تبارك وتعالى أبدع في صورنا والله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم لذلك يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير انظر الله عز وجل في هذه الآية قال وصوركم فأحسن صوركم الله عز وجل خلقكم في أجمل صورة لذلك إن كانت هذه هي أجمل صورة على وجه الأرض لماذا لا نظهر أمام الناس بأجمل صورة لذلك اعتنى الإسلام عناية فائقة جدا بموضوع الزينة ولذلك تزينت الأمة ولبست هذه الأمة وفقهت ما معنى الزينة فكانت الزينة في الثياب كانت الزينة في تناصق الألوان كانت الزينة في أن يتعامل الإنسان مع فمه وأسنانه كانت الزينة في الطيب كانت الزينة في كل أمور حياتنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر هذه الأمة أن تتزين وأن تتجمل لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون إلى إخوانكم قال فرتبوا رحالكم أي الجمل الذي تركبون عليه وطريقة الوضع يعني هذا غطاء الجمل وغيرها قال رتبوا رحالكم قال ورتبوا أنفسكم حتى إذا ما رآكم الناس أعجب بكم حتى تكونوا كالشامة بين الأمم كالشامة الجميلة جدا التي تظهر على وجوه الناس بين الأمم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة كيف يعتنون بأنفسهم ابن عباس رضي الله عنه أرضاه فقه فقه الزين بشكل جميل جدا فكان يقول إني لأتزين لزوجتي كما تتزين هي لي فبعض الكثير من الناس اليوم يطلب من الأنثى من المرأة أن تتزين وأن تجهد نفسها في هذا الموضوع لكنه لا يلقبالا لهذا الموضوع في نفسه فقال ابن عباس إني لأتزين لزوجتي كما تتزين هي لي والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تتزين لزوجها فقال في الحديث عن مواصفات المرأة الرائعة قال إن نظر إليها سرته إن نظر إليها سرته في شكلها في ثيابها في طيبها في عطرها في كل يعني ما يكون لها في شأن هذا الموضوع موضوع الزين بشكل كامل وجاء أبو قحافة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله مد يدك كي تبايعني على الجهاد في سبيل الله أريد أن أخرج في سبيل الله وكان أبو قحافة رجل كبير السن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبايعك حتى تمشت شعرك قال فرجع الرجل إلى بيته ومشت شعره وزين نفسه قال فعندها رجع إلى النبي فبايعه صلى الله عليه وسلم ولسان حاله يقول نريد أن نزفك إلى الجنة وإلى الحور العين أتريد أن تصل الجنة بهذا المنظر عليك أن ترتب نفسك وأن تهيئها حتى تصل إلى هذا الأمر بشكله الجميل جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حب لي من الدنيا النساء والطيب وجعلتا قرة عيني في الصلاة الطيب والتزين جعلتا قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستاك بسواكه حتى يظن الناس أنه يستاك على طول فكان يستاك النبي عليه السلام ينظف أسنانه إذا استيقظ من النوم وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظف أسنانه قبل كل صلاة تخيل أن يتعامل مع هذا الأمر خمس مرات في اليوم بالإضافة إلى أنه قبل نومه وعند استيقاظه تخيل هذه العناية الفائقة حتى يظهر هذا المسلم بشكله الجميل اللطيف الرائع الذي يعني يظهر به في حياته بشكل عام لذلك اعتنى الإسلام عناية فائقة وما نسي الإسلام قضية مركزية ومهمة جدا الزينة عند المساجد لذلك قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون نلاحظ من هذه الآية أن الله أمرنا أمرا خذوا زينتكم عند كل مسجد تزينوا عند كل مسجد حاول أن تتزين في لباسك حاول أن تكون برائحة زكية لأنك ستأتي الناس وستجلس بينهم في المسجد وفي المجالس العامة وبعض الناس قال هذا الحكم ينسحب على كل المجالس العامة لو كنت طالبا في الجامعة لو كنت في محاضر ما أو في دورة أو في ورشة عمل أو في أي مكان تلتقي فيه في الناس قال وجب عليك أن تأخذ زينتك وأن تظهر أمام الناس بهذا المظهر الجميل جدا لذلك حاول قدر الإمكان أن تكون منتسب لهذا الدين العظيم وأن تتزين إذا جئت المساجد وإذا جئت الأماكن العامة وإذا جالست الناس وإذا عشت معهم حاول قدر الإمكان أن تعيش هذه الروعة لذلك كانت مساجد المسلمين جميلة جدا ورائعة كانت نظيفة وكانت يعني فيها ما فيها من البخور والرائحة الجميلة وكان الناس يعتنون بها عناية فائقة النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم قال فوجد نخام عزكم الله حدا بسق في هذا المسجد قال فنزل النبي عليه السلام بثوبه ومسح الأذى عن المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي إلى المسجد قال فوقف في زاوية في زاوية المسجد وبال فيه فجاء الناس ويعني نهروه وبدأوا يعنفونه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تركوه و لا تزرموه لأنه سيسبب له الأذى قال و أريقوا على بوله ذنوبا من ماء حتى لو وقع الأذى في المساجد يعالج بطريقة لطيفة جدا لكن حاولوا أن تتفكروا لماذا تكون مساجدنا ومؤسساتنا الديني مرات يعني في غاية الفوضى وبالذات أثناء دخولك إلى المسجد ووضع الأحذية بعض الناس يجد رفوف أمام المساجد لكنه لا يلتزم بهذا الأمر ويرمي حذاءه بطريقة عشوائية تخيلوا أن بعض الذين لا ينتمون لدين مثل البوذيين وغيرهم كيف ينظمون أحذيتهم أمام المساجد كيف يتعاملون مع معابدهم كيف ينظفون أنفسهم إذا دخلوا إليها أنت أحرى بهذا من هؤلاء لأن دينك تعبدك بهذه الزينة فالله تبارك وتعالى أمرك أمرا فقال لك خذوا زينتكم عند كل مسجد حاول قدر الإمكان أن تتطيب أن تعيش هذه اللحظة الجميلة جدا أن تدخل إلى المسجد وأنت في غاية الروعة عندما وصل المسلمون إلى حدود فرنسا ووصلوا إلى هذه الحدود خرج الفرنسيون ليروا هذا الجيش المسلم الذي جاءهم قال فتعجب الفرنسيون نحن الآن نتكلم عن الفرنسيين نتكلم عن أصحاب الطيب عن أصحاب العطر عن الماركات العالمية في العطر وغيرها عن اللباس ودور الأزياء عندهم قال خرجوا أمام المسلمين تعجبوا كيف يمشي هذا الجيش مسافات طويلة ويعيش هذا الجيش هذه الجمالية في ثيابه وفي نفسه ويستاك وأسنانه نظيفة ورائحته جميلة ولذلك كان بعض الصحابة وردوان الله عليهم ينفقون عشر في المئة وبعضهم ربع وبعضهم ثلث ما يعني يكسبه على الطيب وزينة اللباس حاول أن تنتمي إلى هذا الدين بهذه الزينة بهذا الفقه الجميل حتى تقول للناس أن الله تبارك وتعالى خلق القون في كامل زينته خلق الكون ببهائه وجماله وخلق الإنسان أجمل ما في هذا الكون لماذا؟ يعني نهبط بمستوى حياتنا وبمستوى أجسادنا وصورنا التي كرمها الله عز وجل ورفعها وكانت من أفضل ما خلق الله تبارك وتعالى لماذا نهبط بهذا المستوى؟ تعالوا نرجع إلى هذا الدين نعيش آداب الزينة نتزين بلا خيلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام و بلا صرف قال و إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا و أن يعمنا بالرحمات و أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها و خير الأيام يوم نلقاه إنه سميع مجيب أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة و رسالة جديدة نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة